ازاي غير صورة الملف الشخصي في تيك توك لايت؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو ده للنهاية السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشور النهاردة كده هنغير صورة الصفحة بتاعتي على تيك توك لايت بس يا ريت قبل ما ابدأ شرح النهاردة تعمل لي لايك الفيديو ده ولقال مرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات يلا بينا كده نروح مع بعض على تيك توك لايت طبعا التيك توك لايت الميزة اللي فيه اللي حلوة جدا انه من غير بس مباشر تبدأ انت تتصفح بدون ما يظهر لك البس المباشر ودي فيه يعني اشخاص كتير بتحب الميزة دي انه ما يكونش فيه بس مباشر في التيك توك فتيك توك لايف ما فيش فيه بس مباشر زي ما انتوا شايفين كده هروح على حاجة اسمها صفحتي بضغط عليها من هنا بطلع على الصورة نفسها بضغط على الصورة طيب لو انا ضغطت على الصورة وما ظهر ليش اللي ظهر لي ده طبعا احنا بنغيرها من الالم ده ما ظهر ليش الدايرة دي بعمل ايه بضغط على تعديل صفحتك على طول وبعدين بضغط على علامة الكاميرا دي بختارها من هنا بقول لي التقاط صورة طبعا كلنا عارفين التقاط صورة من الكاميرا نفسها لما بتضغط على التقاط صورة بيجي لك الكاميرا بتبدأ تلتقط صورة لو انت عاوز التقاط صورة لو عاوز تختار اختار من المعرض ده بتختار من الستوديو عندك او معرض الصور عندك على الموبايل هنا عرض الصورة الموجودة لو انت عاوز تنزل الصورة الموجودة دي على الموبايل بتضغط على علامة التنزيل دي تم حفظ الصور تمام لو جينا نخرج كده ونضغط على علامة الكاميرا ومن هنا هنضغط على اختار من المعرض وبضغط عليها من هنا ببدأ اضغط على الصورة اللي انا عاوزاها ممكن الصورة دي كده بختارها أبدأ أضبط الكدر بالرفع الصورة فوق وتحت وبضغط على على قامة حفظ بضغط على حفظ وبنتظر هنا تم التغيير معي زي ما نشايفين بس كده عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي في التعليقات أنا برد على كل التعليقات أشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته